يقول الراوي ثم ان عمر ابن سعد بعث براس الحسين عليه السلام في يوم عاشورى مع خول ابن يزيد الاصبحي وحميد ابن مسلم الازدي الى عبيد الله ابن زياد وامر برؤوس الباقين من اصحابه واهل بيته فقطعت وترح بها مع شمر بن ذي الجوشم وقيس بن الاشعث وعمر بن الحجاج فاقبلوا حتى قدموا بها الى الكوفة ثم سار ابن سعد بمن تخلف من عيال الحسين وحمل نساءه على احلاس اقتاب الجمال وهن وداعوا الانبياء وساقوهن كما يساق سبي الترك والروم في اشد المصائب والهموم وروي ان رؤوس اصحاب ابي عبد الله كانت ثمانية وسبعين رأسا فاقتتمتها الخبائل لتتقرب الى ابن زياد وإلى يزيد فجاءت كندة بثلاثة عشر رأسا وطاحبهم قيس بن الاشعث وجاءت هوازل باثني عشر رأسا وطاحبهم شبر بن ذي الجوشم وجاء التميم بسبعة عشر رأسا وجاء بن أسد بستة عشر رأسا وجاءت مرحج بسبعة رؤوس وجاء سائر الناس بثلاثة عشر رأسا ولما انفصل ابن ساد عن كربلا خرج قوم من بني أسد وصلوا على تلك الجثث الطواهر الزواكي ودفنوها على ما هي الآن عليه